موسيقى 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 التقى ما ققع الفن بمستر لبانون 2021 هادي فخر الدين تحدثنا معه عن مشروعه وعلى الانتقادات اللي بيتعرض للقاب وموضيع تانية اليوم انت كمستر لبانون كيف قدر تفيد بلدك شو الشي اللي بدك تعمله اللي بقدر عامله انه اكيد ما حابخل على ولا حدا بقاط نقطة عرق متل ما بيقولو اللي حعمله انه هو الوضع الحال عم نمرق فيه من نقص بالقضوية ونقص بالموني ونقص بالمحروقات والاتياب في كتير عالم مهمشة وكتير مناطق مهمشة من دولتنا وانا قريدي عندي جمعية خيرية فالبقدر عامله انه نساعد اكتر عدد الناس انه ما ينقصهم شي اللي هي ابسط حقوقهم تبه مش ينقصهم شي ابسط حقوقهم اللي هي تدفئة والسمانة والادوية كل بساطة طيب شو بتقول انت او شو بترد مسلا عاللي بيقولو انه مسابقات متل مستر لبانون يمكن الواسطة بتلعب دور كبير للواحد يصير مستر لبانون او ما بيطلع يمكن الواحد ما بيفوز بكفائته فشو ردك؟ اللي بدي يقول الواسطة هيدا حدا قاعد بالبات مع مية مرشية تمسك تليفون بايدو عطوه اكسس للسوشال ميديا انه يحكي بدون رقابة للأسف بس بعد الهلق مسابقة مستر لبانون بتلاقي الكتير من الانتقادات اكي بدك تلاقي انتقادات بالنهاية الانبيا ما قادروا يرضو كل الناس لما النهاية ما فيك ترد كل الناس بدي ينتقدوك اذا كنت عم تعمل سوبر خير حتنتقد واذا كنت عم تعمل سوبر شار حتنتقد متل ما بنعرف انت شاركت قبل مع الفنان راغب علامي والفناني هيفوه باغانيهم يعني انت صورت كليبان معهم يعني بلشت تشتغل قبل ما تصير مصر لبانون قدرت يعني اتحقق شيء اشياء كتير حلوة الحمد لله هيدا اللقاءان كانوا هولي اللقاءان هولي العملان كانوا من اهم العملان بالنسبة لك كبداية يعني بلشت مع النجم الجماهرية هيفوه بي بعدان مع سبرستار راغب علامي يعطوني كتير بوش بحياتي كتير بوش بحياتي المهنية كمان كأدائي كتمثيل لزملائك اللي ما حلفهم لحظوا فازوا باللقب شو بتقلهم بدقلهم ما في حدا خسران كله ربحان بالنهية كملوا مش ضروري ان اللقب حسب هو شو الهدف براسه يكملوا يكملوا نجاحهم يكملوا شغلهم هيدا الاكسبينيس هتفتح لهم كتير بواب بس حسب انت كيف تستفيد منه ما فيك تقعد بالبات وتقول انا وصيف او انا ملك او انا كذا بدك تشتغل وهيدا مفتاح لعدة بواب انت كيف تستفيد منه لمعرفة كيفة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة